مراحب يا حبايب اليوم انا مش محظر بتركوا بعد اجازة العيد دوامة وكان في شوية شغل وغير ذلك بعد الدوام احد زملائنا كان في عنده عزة وحضرنا الصلاة والدفن وعندما رجعت على البيت كان في عنده الظروف تعرفوا بعد اجازة العيد كان في ضغط شوية في شوية معاملات فما صح لي اتابع ولا حتى احضر يوتيوب ولا حتى اقرأ شيء فطقا يعني لغاية اللحظة ايلي انا محكي فيها معك فقلت خليني معناته اعملها قاعدة شيء بصير ولا بصير بصير شاي بالهيل فكرة في ناس تسأل شو نوع الشاي اللحظة شاي احمد انا مش بعمل له دعاية في قصة انا على شاي احمد لازم اصحول في الكلية بس بعدين يبدأ فيديو خلاص الشاي له فيديو خاص اخيره محظر رائق اخوان 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 اه في موضوع هيك بدي احكي فيه على السريع انا خلال اجازة العيد اجتني مسج من دائرة الضريبة هون في العردن يقولوا لي طلع قرار التسوية شو قرار التسوية؟ إذا تذكروا أنا مرة عملت فيديو عن الضريبة وعن الإقرار الضريبي وقلت لكم اللي ما بعمل إقرار ضريبي مش اللي ما بيدفع اللي ما بعمل إقرار ضريبي كل سنة بتمر عليه وهو مش عامل إقرار ضريبي بيدفع غرامة 100 دينار فأنا مرت علي ثلاث سنوات وأنا مش عامل إقرار ضريبي طلعت علي الغرامة 300 دينار فقدمنا اعتراض وهذا الحكامية قدمنا الاعتراض ستنة ماضية لهيك وقت خلال اجاز العيد اجتني مسج من دائرة الضريبة انه صدر قرار التسليح ايه؟ يعني شطبت عليها 300 دينار انهم يقولون يرجى مراجعة مديريتكم لاستكمال الاجراءات ثاني يوم الصبح مثل القرد صبحت ساري من بين جوسيم والصبح وعا دائرة الضريبة واسأل وين ومين المسؤول وعند مين بنا نكمل الاجراءات وقبل مروح سألت كذا حدا في وراق لازم اخذها ويعني عملت حالة طوارق طوارق قصوى رفعت حالة التأهب لأقصى الدرجة ايه المهم وصلنا مديريت الضريبة وين ما وين وين ما وين عندي فلان بنعلان رحنا على فلان بنعلان صباح الخير صباح النور سلام وكلام قلنا له هيك هيك قال لوجيه على صباحي طاط صدقوني بها المعلقة لوجيه على صباحي كيف لوجيه على صباحي يعني المسج هيك ويجدني وقررت المسج قال لا خلص نعي علينا قال زي ما بقول لك يا أخي انت بش بدك 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 الدقري ولا بدعمه قلنا وقلنا ايه ايه قال لي خلاص عم يتوكل حتى قال لي حجة كيف وانا حجة قال لي حجة خلاص توكل السفنة هيك ايه ساري من بين قوسينو الصبح وقبل بيوم سألنا ما نخللنا واحد ما نخلها وما نخلها وما نخلها وما نعمل وقرار التسوي ونشطب علينا 300 دينار او ما نشطب وضرب وضرح وقسموه 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 قال لي تقلعك فاقلت قال لي التكسيات اللي حطيتها رايحة قال لي هتجي انا عندي شغل سباح تاري قلت بلاش يرجع علي 300 دينار خليلي اطلع تكرارتي وتشكرا لك يا تكرار اخوان بارجع عبكر اي مواطن اردني عنده رقم وطني لازم لازم يعمل اشي اسمه اقرار ضريبي اذا ما مش انك لازم تدفع الضريبي المؤسسة اللي انت فيها سواء حكومية سواء قطاع خاص سواء اصخام البين هاي بتتكبل انها تدفع عنك الضريبي لكن هناك اشي اسمه اقرار ضريبي لازم تعمل اقرار ضريبي تفتح ملف عند الضريبي مثل ما اليك رقم وطني لازم يكون الك رقم ضريبي خلاص طالما معك رقم وطني لازم يكون الك رقم ضريبي تشتغل ما تشتغل اه فاتح مصلحة كامل قوائك العقلية نص قوى عقلية شو ما كنت تكون طالما انك حامل رقم وطني لازم يكون عندك رقم ضريب وبالتالي لازم تعمل اقرار ضريبي واذا ما عملت اقرار ضريبي عن كل سنة بتمر انت مش عامل فيها اقرار ضريبي تدفع 100 دينار على ما بكرة يا سيد العزيز بلنو حسن من جنيز بدك تمشي بمعاملة رسمية في جهة حكومية بتمشي الخطوه الاولى بتمشي خطوه الثانية بتمشي خطوه الثالثة بدي براءة الذمة طيب يا عمد فضل هيا براءة الذمة لا يا عمي بدي براءة الذمة من الضريبة تقل اعمل اقرار ضريبي بجرد لك حسابك من الألف للياء يقول لك يا عمي عليك خمس سنين مش عامل فيها قراضة روية هي خمسمائة دينار تدفع حمو انت بتضحك انت مستعجل بالمعاملة الرسمية اني مكنتش مستعجل مفيش اندي معاملة رسمية اني قدمت اعتراض ويا غافل اليك الله وضبت ضربنا اضطيني بهالعجينة ومشت الامر اللغت علينا الثلاثمائة ليه رغمانا في محسن المملكة الأردنية هشمية دولة رهيبة تتعاطب مع المواطن فتقولوني اعني هون اعني بحكي جد فيه نوع من العدالة اعني علي غرامة 300 دينار من خلال الاعتراض قدمنا اعتراض واي واحد ممكن يقدم اعتراض 90 بالمية اتوقع اتوقع من عندي 90 بالمية انه يعملوا تسويه الدولي برضو بتقدر لسه الناس مش مدركة ماهو الفرق بين الاقرار الضريبة و انك تدفع الضريبة نشر توريجي ايلا اطلس انا شفل الشاي شاي شرايان الحياة يا السلام ولا بالاحلام شايات بالهيل شاي احمد اتوقع فقع اعني قصينا خبر الضريبة اه اه و بالمناسبة اليوم استحبت من مكان عملي اه بيان الدخل مش انا ودينا الضريبة معاك اظن لنهاية شهر ثلاث ايالة نهاية شهر ثلاثة ايالة نهاية شهر ثلاثة ايالة نهاية شهر اربعة تتع من اقرار الضريبة فلسنة و الا فلا بلاءة اخوان انا قلت لكم انني مش محظر بس في كم شغلة هيك بالفيديو السابق بدي ارجع احكي فيها و اعلق عليها تمام اه قبل ما احكي عن الفيديو السابق اليوم قلت لكم انني احضرت طبعا اغلبكم انني انا ولديت مسيحي زميلي اللي عنده عزة مسلم و رحت على المسجد بس ما دخلت المسجد ضليت بره المسجد استنى يعني بعد ما انتهت الصلاة انا لم ترى الميت لم ترى الميت للمقبرة و اذهبت على المقبرة اخر مرة انا اذهبت على مقبرة اسلامية تعرفوا انه تنتهي عملية الدفن وطم للتراب وكذا في حد معين يتحدث كلمة بثيك على الهامش هو قال انه يعني يتحدث للجمهور المستمع للحضور للمعزين يعني المشاركين في هذا الدفن انه شوفوا شو عم يصير باهلة في غزة وهذا اردني طبعا بغضا نظر شو اصله كلمة اهلة في غزة شوف العروبة هو في العروبة يعني شوف لوين اللي عم بصير في غزة لوين حاضر في ذهن الانسان الاردني في الذهن الجمعي في العقلية الجمعية للاردنيين مش رايح انبالهم بأي مناسبة وبتعرفوا اي جراس السنية ما كان في احتفالات ما كان في طنة ورنة دقة ورقصة تعاطف شديد وعميق ومن قلبه رب يعني تخيل انت في وسط الجنازة بعد انكهاء الدفن تخطر في بالك اهلنا في غزة اهلنا حرفيا اهلنا في غزة الله يصبرهم دعا لهم ان الله يصبرهم وترحم على الاموات منهم ودعا لرب العالمين انه يرتقوا الاموات من اهل غزة الى منزلة الشهادة كلمة مؤثرة وباللغة العربية التصحى حتى لما كان يحكي كلمة باللغة العربية عربيا قطاء يرجع يصحح مرتين فوه وانت رايح تقضر جنازة او رايح تدقق اي شغف اي شغف اي شغف من جميع الجهة لا يوم ما قلت لك وقعدت شيء طب حبيت اشياء انه اهلنا في غزة تباع نسبة كبيرة من سكان وضع أصول فلسطينية وانه حدد 65% compte 60% مرتين تقدير مني وفي ظل قراءاتي انتهت من أسهال من 60% نسبة كبيرة و حتى أقول لها شغلة في الأردن صعب جدا التداخل الاجتماعي النسيج الاجتماعي الأردني دون أحد العنصرين ليس بس ناقصة بشعة لا يمكن تتخيل الأردن بدون أحد العنصرين لأنه عندك تصاهر بين الأردنيين الشرق الأردنيين الأصليين والأردنيين من أصل فلسطيني تصاهر بدرجة عالية فهو صعب حتى صعب تتميز إلا عندما تسأله انت من مين؟ طيب الفيديو السابق نسيت أن أقول لكم في الفيديو السابق عن ختان السيدة المسيح وعن عهد نخيتان عن اليهود اليوم قيمة عند اليهود بريت من الله أبا بريس من الله كنت تقول له بريس ملا أذو بريس من الله بريت من الله بحضة عن العبرية الان اللي بيختن الطفل عند اليهود بيسموه موهل تخيل انه موهل اسم الفاعل من مرع يعني في اللغة العبرية في اسم فاعل انا اول مرة بعرفه وانا احبش وانا احبش وانا اولطش انشان افيدكو او تقولولي لايك او ديسلايك او قلع اللي تقلعك اذا احبش ان احبش ان اخذتكوا اقصى اكبر كمية من المعلومات الدقيقة فالي بيختن بيقولولي موهل اسم الفاعل من مرع لا طلبة فاعل ماضي انا في اللغة العربية طلبة فاعل ماضي مبني على الفتح طلبة فاعل ماضي طيب طالب صرفيا اسم فاعل على وزن فاعل طلبة على وزن فاعلة لا تتوزنها بالميزان الصرفي طلبة على وزن فاعلة ما اسم الفاعل من فاعلة فاعل طيب حرف الفا في فاعلة شو بقابله أول حرف في طلبة طه بتروح عند فاعل تحت الفا ثبعة فاعل بتحطه الألف زيادة الآن عين بفاعلة شو بتقابلها بطلبة؟ لام بتحطها بعد الألف العين بصير فاعل عل ما هيك العين تبعت فاعلة بتقابلها اللام بطلبة فبتحط انت طالب بتحط اللام بعد الألف اللام في فاعلة باع فاعل طالب اسم الفاعل نفس الشيء ميلا على قوانين الاشتقاق والميزان الصرفي في العبريات لا أعرف ما عندي أي فكرة موهل هو الذي يختن الطفل عند اليهود بصمومه موهل اسم الفاعل من ميلا ختام موهل بطلبة انا قلت لكم انه صفر اللاويين او صفر الاحبار والصفر الثالث بلشت اقول لكم خروج عدد اللاويين اخطأت وقصد واللاويين او الاحبار هو صفر الثالث وصفر الثالث التوراة هي اول خمسة اصفار من العهد القديم اللي هو الجزء الاول من الكتاب المقدس عند المسيحيين التوراة هي اول خمسة اصفار من التناخ اللي هو الكتاب المقدس العبري عند اليهود فاول سفر في التوراة هو التكوين بعدين الخروج بعدين اللاويين او الاحبار بدي شغولكم بظل الله خربط فيها اللاويين هو الصفر الثالث ولكنه يجب بعد تكوين الخروج وليس خروج عدد اللاويين احبت اصلحكم اه هنا 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 حكايت لكم ان كتاب المقدس الذي عندي دار المشرق ثلاث ثمانين ثلاث ثمانين حلو هنا 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 نطلق لا اصلحها لما كنت اقولها في اليوم الثامن اليوم الثامن اليوم الثامن من ولادة الطفل اي طفل وكانا لي ادفعر في يوم عيد الميلاد في الراس السنة الث لكن اغلب المسيحيين اختداعا بسير المسيح للمجد يطهروا اطفالهم في وقت فضاوتهم لكن حسب الشريعة اليهودية يجب ان يختن طفله في اليوم الثامن بعد ولادته اذا ظروف الصحية للطفل لا تسمح له انه يتعرض للختام بأجلوها امتى في هذه الحالة لما يتأجل امتى يختن الطفل اما في يوم سبت او في احد ايام الاعياد عيد الكفران عيد المضال كيف يتعرض لك؟ يلا كويس هناك نقطة راحت عن بالي اني اقولك اياها عن الختام عبد الوهاب المسيحي يتحدث عن الختام في موسوعة اليهود واليهودي والصيونية في المجلد الثاني عبارة عن ملخص 14 جزء او 14 مجلد يتحدث عن الختام لكن لاحظت انه يقول سبع ايام بعد سبع ايام لا لا هي مش بعد سبع ايام بعد ما قرأت لكم من سفر اللاويين الصعار 14 الآيين ثلاثة اذا ما خانتني ذاكراتي وفي اليوم الثامن تختن قلفة المولود فالدكتور عبد الوهاب المسيحي حاطت في موسوعة اليهود واليهودي وصيونية سبع ايام بسبع ايام لا 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 مش طحية وراح ارجع انا اقرار قليلها اخوان بما انه طقينا شوي تحنك عن اللغة العبرية واللغة العربية وفي اليوم الثامن تختن قلفة المولود ماذا تختن؟ ماذا تختن؟ ماذا عربها؟ ماذا هو هذا؟ هو فعل مضارع فعل مضارع عندما تقول نو مرفوع ماذا تختن؟ لا تختن؟ لا تختن؟ لا تختن؟ فعل مضارع مرفوع وعلى مترفع ينظم لكن هذا فعل مضارع ما هو قصته؟ لاحظ ما قال لك تختن؟ تختن على وزن تفعله تختن تختن هو مبنين المجهول ليس مبنين المعلوم لماذا؟ لما قال لك تختن قلفة المولود بيّن لك مين الخاتم؟ مين الموهل؟ في اللغة العبرية لا تختن لا تختن تختن فعل مضارع مبنين المجهول وعلامة رفيها الضم الضائر على الآخر ونائب الفاعل في نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو في نائب فاعل أو هي؟ لا هو نائب فاعل ضمير مستتر نائب فاعل ضمير مستتر نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو لا لا أنا خربطت انسوها انسوها خلينا نتأكد بعدين الفيديو الجاي بحطكوا على السكة الصحيحة أنا بسحب ما لما فيش ما فيش عندي هثة أرجع عيد الفيديو من أول مجديد خلي ما هو بقول لك هي هو ميك سنو مستك ما أنا تعبار ودايق ومضغوط وحالة حالة ها انسوها اختانوا تقطبوهم من الفيديو بالمشاهدة اناك اخوان اعجبكم محتوى الفيديو لايك ما عجبكم محتوى الفيديو اه واندكك نظر واندك وجهة نظر واندك مداخلة بدون ما تسبب على افتي امي لانك اذا سبيت على ابوي امي اول اثنين مع بعض على طول ما اعمل لك بلق مع احلاصة عن فول اذا بتشوف خلكتي اول مرة وعجبك محتوى الفيديو ياريت تشترك سبسكرايب بغض النظر انت اول مرة بتشوف خلكتي المرة المليون عجبك محتوى الفيديو ياريت تشاركه مع اكبر عدد ممكن تشارك مع اكبر عدد ممكن اعملوا شارع المجموعات اللي انت فيها او البيجز اللي انت عمل لها لايك اذا في امكانية طبعا الصفحات اللي عمل لها لايك او على الواتساب شارك شير شارك الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الاصدقاء الصديقات اما عارف الاقارب الزميلات والزملاء زوجتك اولادك بناتك صاحباتك اه لا اسمي كافي عاد قرقعت راسنا ثاني نشرب للشب في الشيء وبعد يم معك الشرطون هالك تشرب شاي ما هو الشاي شرايان الحياة وعلى اساس انه ينقذني من تختنه ما انقذنيش يا سواد للوجه عادل لكل جواد ينكبر وانا قلت كفوفة كلتا من ابوي على قواعد اللغة العربية لكن ما افضل عليك مرات المواحب بتيس ويشارك ويغرب على اسرطان بكافي قال علي تجلعك طاط